رمضان كريم زي ما حكينا بالحلقة الماضية انه طبيعي تتعرض مناطق مختلفة من الوطن العربي او حتى العالم الى سيول او فايدنات وهذا امر طبيعي في علم الارصاد الجوي او في التقس بشكل عام بعد عامين من سيول جد اللي حصلت في العام 2009 اللي حكينا عنها في الحلقة السابقة تعرضت مدينة جد مجددا لموجه من السيول القوية في العام 2011 تحت ما يسمى كارثة سيول جد الثانية في يوم الاربعاء 26 يناير من العام 2011 تعرضت مدينة جد مرة اخرى الى الكسير نحكينا عنه سابقا هو وصف بطلق اهل المنطقة الغربي في المملكة العربية السعودية على حركة السحب الرعدية تتحرك باتجاه الجنوب الشرقي مرة اخرى حالة قوية من عدم الاستخدار الجوي بتأثر على مدينة جد كميات كبيرة جدا من الهطول المطري خلال فترة زمنية قصيرة كانت خلال يوم الاربعاء وتم اطلاق على هذا الاربعاء بالاربعاء الاسود رافق هاي الحالة الجوية سيول جارفة اكثر من مئة وفاة ومئات الاصابات بفعل الامطار الغزيرة والمياه التي جرفت كميات كبيرة من السيارات في طرقات مدينة جد غزارة الامطار اللي كانت تهطل على المدينة استدعى تدخل الجيش السعودي والحرس الوطني لنجدة الاشخاص المنكبين والتي حاصرتهم المياه في اكبر عملية انقاذ تشهدها المملكة في التاريخ الحديث من الجدير ذكره انه ارتفاع منسوب المياه بالطرقات في كارث الجد الثاني بلغ ضعف ارتفاع المنسوب اللي صار بكارث الجد الأولى اللي كانت بعام 2009 وقدت الى وفاة 116 شخص وبحسب الدفاع المدني السعودي في هذه الحالة تم انقاذ 1450 شخص من خلال الفرق المنتشرة في الأرض وحوالي 500 شخص من خلال الطوافات المروحية ولما نرجع نشوف حالة جد الأولى وحال جد الثاني اللي صارت لـ 2009 و2011 ولعديد من الحالات الجوية اللي كانت في منطقة البحر الأحمر قوية نرجع لها دائما بتكون هاي الحالات بتصير بفصل الخريف وهون بيجي سؤال ليش بفصل الخريف بتنشط هاي الحالات بشكل قوي بتكون بتأدي الى سيول وفيضانات على طول البحر الأحمر إجابة هذا السؤال بسيطة بفصل الخريف بتصير الكتل الهوائي البارد قادر توصل للمنطقة بلاد الشام وشمال شبه الجزيرة العربية ومنطقة البحر الأحمر في نفس الوقت بيكون البحر الأحمر بهاي الفترة في ذروة تسخينه بالإضافة في ظروة نشاط المنخفض البحر الأحمر اللي بيكون وقتها قادر على جذب الرطوبة الاستوائية من المناطق الأفريقية جميع هذه الظروف بتأدي الى نتيجة التقاها لتشكل جبهة في البحر الأحمر وخط من السحب الرعدية القوية اللي تتحرك بشكل تدريج نحو مناطق الجنوبية الشرقية أو باتجاه الجنوب الشرقي أي نحو سواحل البحر الأحمر وبالعادة بتسبب هطول أنطار رعدية غزيرة أو ما يسمى باللهجة العامية بحسب أهل الغربية بالكثير استنونا في الحلقات القادمة لمعرفة مزيدنا الأحداث الجوية المؤثرة والهامة اللي أثرت على الوطن العربي بالفترة الماضية سلام